بس شوفي أناهجس الأنواع الل siempreّ أول كان smalljaw كان في نو ميكوب السهرةigo ميكوب اللبناني ما كيف هو اي nächste مايكوب في توفظ الأحوال تقريباً مايكوب بس شوفي كانت هي طالبة أحوال لأن صورتها راح تطلع في أبشر عند زوجها عرفتي، كانت لسه مخطوبة يعني فإلا إلا حطيني ميكوب حقي الأحوال اسمي فراتة بالخيل مايكب آرتست عرائس ومشاهير هذا اختصاصي بدايتي بالمجال كانت كنت بين الميكوب والشعر كنت دايماً إذا بالمدرسة إذا شفت مثلاً ميكوب حق أستاذة لازم أرجع لبيت أطبق على طول وسوي الميكوب بالمريول ايه بعدين شوي شوي خدت كذا دورة زيادة يعني عرفت بالثروي يعني لما بديت أمكيج مثلاً صديقاتي أمهاتهم أقارب زي كذا أخدت دورات زيادة الميكوب يبرز الجمال ويخفف أو يقلل بين العيوب يعني هو شيء أين مع بعض والأهم شيء بالمثلاً إذا بتكلم عن ميكوب إنه مثلاً إذا شفت شيء إذا شفت هذه مثلاً البنت وإيش أكثر شيء مميز فيها إيش أجمل شيء فيها يعني مثلاً العيونها خشمها لي مثلاً الوجنات خلاص هي اللي يكون فيها هو شيء اللي ينبرز عرفتي يعني دايماً البنات كلمتهم إنه أنا أبغى نفس شكلي بس حليني في اعتقاد كذا شائع عند الناس إنه الميكوب آرتست مثلاً تغير سعرها ميكوب السهرة عن ميكوب العروس فقط لأنها تستغل حاجة العروس أو إنها هي عشانها عروس وهذا الشيء مو صحيح يعني غالباً العروس اللي تطلب ميكوب سهرة يكون أنا عروس أبغى ميكوب خفيف فما رح أطلب عروس أبغى ميكوب خفيف عرفتي إنه يخافون إنه فكرة إنه ميكوب عروس يعني ميكوب يكون طبقاته وميكوب يكون ثقيل وهذا الشيء غير صحيح ميكوب العروس أنت كل خطوة رح تسويينها دبل يعني رح تستخدمين مواد تكون كريمية وسائلة بدلاً مواد تكون بودر وناش عشان تمسك لأنه هي رح تتعرض للتصوير وقت طويل رح تتعرض للإضاءة كثير اللي هي إضاءة الزفة وإضاءة تقريباً بتجس فيه ثمانية أو تسع ساعات عرفتي فيختلف تماماً هذا الشيء ولكن لو هو نفس الشيء كما صار فيه كورسات مخصصة بس عشان تتعلمين ما يرجع للعرائز يو كانت رهبة أول عروس كانت إيه 2015 وكنت رايحة ومرّة منتحمزة وخايفة بعد كان أبوي موديني للقاعة ومرّة خلاص يعني شيء كبير يعني وأنا قاعد أحط لها ميكب إنه الله أنا معقولة قاعد أحطي ميكب الواحدة الحين خلاص تطلع عند 300 شخص خلاص أنا صرت أمكيد عروسة كهذه كانت المشاعر ودائماً الحين إذا صار فيه أي مناسبة أو أي شيء هذه العروسة لازم تكون أول المدعوين يعني لا أنا ما أشوف الميكب يخلي الناس متشابهين لأنه أحياناً حتى لو لو شخصين حطوا نفس الميكياج يعني حترت شوفينهم بإعلانات الميكب مثلاً جايبين مثلاً أشكال مختلفة بألوان مختلفة حطين عليهم نفس الميكب تقينوا أشكالهم مختلفة لكن في شيء بالميكب اللي هو لمسة الميكب آرتست تكون مبينة مثلاً إذا شفتي مجموعة أخوات مساوين عند نفس الميكب آرتست ما تقولين هم يتشابوهم بس تقولين إنه ميكياجهم يعني واحد عروس نامت وأنا قاعدة أسوي لها الميكب وأنا قاعدة أشتغل بالعيون كمت كده تغمض وراسها عرفتي كده يطيح 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 يعني مستغرقة هي بالنوم فأنا بالبداية ما استعبت إنها نامت يعني فصرت عرفتي أمسك وجهها وأحط شوي الميكب فأنا ديت أختها قلت لها تعالي شوفي إنه أختك نايمة لازم تساعديني لازم تمسكين راسها يعني إنه خليني أشتغل بالوجه بديني نصحيها ونشتغل بالعيون فقامت أختها هذه تخلط في حالة ضحكة استيرية هم كانوا ثنتين هم الحال فالأخت هذه هي اللي ماسكة الزواج كامل فأنا صغيرة بين الثنتين هذه تضحك وهذه نايمة عرفتي هذه تخليني مشاكل أكيد الرجال غالباً يكون المشاهير هو يجيني طلب منهم المشاهير أو مثلاً اللي يطلبون مثلاً إعلانات أشياء فيديوهات أفلام زي كده هو أصلاً ميكب الرجال يختلف تماماً عن ميكب النساء يعني يختلف مرة مرة يعني لازم يكون النوم ميكب ميكب غالباً طبعاً نحطونا في التصوير عرفتي إنه عشان البشرة تكون نونها واحد وكثير تشوفين يعني حتى في أشهر القنوات يطلع المقدم وجهها مثلاً الرمادي عرفتي أو مثلاً يل مع مرة فهو لا اختصاص مو سهل في 2018 لما جدت الأمطار كان عندي ثلاث عرائس هذا كل يوم واحدة الساعة أربعة واحدة على الساعة ستة واحدة على الساعة ثمانية فأنا طلعت من العروس هذيك خلص خلصناها الساعة أربعة داخل العروس والجو صاح فيه طالعة زحمة لا تطاق ومطر قوي قوي ومرة مرة مطر قوي فكان بس مجرد عشان بس أطلع من باب القاعة أخذ مني 20 دقيقة بس فأحاول أني ألقى أي طريق أي طريق نمشي كانت كل الطرق قفلة يعني وكان فيه الشرطة روحوا من هنا لا هذا مسكن روحوا من هنا ومعي جوجل ماب وأحاول أني ألقى فكانت كان فيه الموعدين العراية سدوري الثنتين كانوا عندي في البيت فأنا كيف برجع يعني كيف برجع من هذا المكان إلى هذا المكان فوصلت العروس وأنا حاول ودق عليه أنا موجودة يلا تأخرتي يلا معرف إيش وأخذ مني الطريق أربع ساعات فأنا كنت ماسكة نفسي مرة يعني ما كان في حل أني أروح لب بهليكوبتر يعني هذا أفلنا الحل وحيد لي مفروض يصير فرحت وكت مرة مرة متوترة وكانوا كلهم بعدين وصلت العروس اللي بعدها والدق نفس الشي فوصلت البيت تخيل على ساعة تقريباً ثمانية ونص تسعة يعني تخيري عروستين عندي بالبيت وساعة تسعة وهم بيرحون لقاعاتهم يعني وتخيل أنه في هذا الموقف الصعب العروستين جلسوا كل واحدة تلزم مع الثاني أنه أنت أبدي عرفت يرحموا بعض شكلها وجلسوا مع بعض وقت طويل وكل واحدة يقولوا ثاني أنت أبدي فخلاص أنا ملكيشتهم خلصت يوم طلعوا من عندي من الباب قعد تصيح أنه خلاص يعني عرفتي مسك تفسي بما فيه الكفاية يعني المراية اللي كل شوية تقوم كل شوية كل شوية لأنه كل شوية تقوم ينشوفين المراية هذا يقطع يقطع التسلسل يعني أبداً صير متعب زي اللوحة عرفتي ترسبين أنت لوحة مثلاً أسوي العيوم بعدين الواجه بعدين رح أرجع للعين عرفتي فما يبين الشكل النهائي إلا بالأخير فأنا دائماً أقول لهم أنه أطمنهم أنه أي تعديل أنت تبغين بالأخير تقولي لي زيدي خففي أنا بسويلك هي عادي لا تخافين بس خلينا خلينا أخلص يعني لأنه ما يبين مستحيل مستحيل يبين الميكب وهو بالنص لازم بالأخير يعني وأصحب نوع زباين مو زبون الصعبة ولا المتطلبة ولا الشي هي زبون المترددة اللي تكون هي ما هي عارفة إيش تبغى عرفتي زر ما تدري هي هذا الشي يعجبها أو لا فالناس اللي زي كده يعني لازم شوي تمدحينها لازم شوي تشجعينها لازم ذا وتمشي الأمور كل شي تمام من حتى لازم أكيد بلا سبقه نعم 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 تحسن هل أنت كنتي هناك كده بلا بلا